انت ممكن تشوف قراطة المتوحد فكرة محفزة بشكل ما او تشوف المتوحد نفسه في بعض المشاكل متفائل مشاكل زي المشاهدات المشتركين يبدأ يقولك اشتغل عافر يلا اجتهد ان شاء الله كل حاجة هترجع زي الاول ويخليك تنازل فيديوهات بشكل مستمر ولكن في المشكلة دي بزيات كان بيحبطنا سواني انا مش كنت بحبطك انا كنت بتكلم بصورة وقعية شوية علشان تفهم انا كنت بوضح لك ان الارباح مش هترجع كان سهل جدا عليا اقول لحضرتك ان الارباح هترجع وخبر كويس جدا وعمل من فيديو حضرتك تدخل تتفرج عليه وتتصدم بعد يوم 16 اللي كلكم مستنيينه ايوة يوم 16 ستة عشر 22 اليوتيوب او الدعم الفاني لليوتيوب اللي منشئ المحتوى سيتم تعديل الارباح ولكن التعديل تفاجأوا بيه ان التعديل في اليوتيوب مش في ادسنس يعني النهاردة من ساعة بالظبط لو جينا بصينا على الارباح في ادسنس 523 الارباح في شهر مايو 523 كانت 559 اللي حصل الخصم بدأ يتخسم من استوديو يوتيوب مزدد في ادسنس علشان تبدأ تكون عارف بشكل كامل ووضح وحتكلم لك بما يرضي لا انت عارف انت بتشتغل ازاي ونزلت ليك فيديو وقلت لك حاسب نفسك وانت لحضرتك لازم بشكل مستمر تتابع بشكل مستمر الاربام اللي عندك الدنيا ماشية ازاي هاي ماشية طبيعية بشكل مياه بينزل بيطلع كده ولكن بيوصل معاك 18 لان فيه بعض الاحيان حضرتك بتقول الله الاربام عندي وصل كل ستة وحضرتك مش متخيل انه ممكن يكون حد بيدرك ممكن اخوك اختك باباك ابنك بنتك بنتك اي حد من دول ممكن يدرك هو انفكر انه بيساعدك ولكن هو بيدرك انت مابتعملش حاجة غلط وده وجهة نظرك انت فعلا مابتعملش حاجة غلط ولكن فيه شخص تاني بيعمل لك انت مش اخد بالك منه علشان كده لو انت مش متابق احصائياتك وامتابع الاربام عندك وامتابع ارباحك بشكل مستمر وعارف ان الارباح عندك مشاهداتك دي بتجيب لك بس دي خلاص الدنيا تبقى زي الفل لكن لو انت شاف ان عشرين الف مشاهدة لديك الف دولار فانت بتهذر يا عم الحج انت كده بتهذر انت كده مش واقب اللي بتعمله في قناتك وفي ادسنس اللي عندك انا بتكلم معاك بما يرد اللي كان ممكن اقول لك خبر مفرح جدا يلا يا جماعة تعال اعملوا نمازج يلا نروح نبعث لليوتيوب كلنا نروح على قناة اليوتيوب ونقول لهم ونرفض رافت الدقاء من الارباح ولكن اتكلمت معاك من البداية قلتلك الشهر ده كان شهر كارسي في الارباح وتكلمت وقلت للمعنن فيه معننين كتير جدا ما دفعوش والله العظيم تلاتة الكلام ده من ناس انا عرفهم جوء اليوتيوب نفسهم بيتكلموا معايا بقولوا ان احنا عندنا فعلا مشكلة في صحبة رصيد الاعلانات انا هتكلمك بما يرد الله والله العظيم تلاتة اكتر من شخص وكمان مشئين محتوى بيكلموني احنا عملنا المعلن لانه ما سحبش فلوس احنا بتكلم معاك بما يرد الله وبشكل وقع انا مش بحبطك انا بوضح لك يعني النهارده يوم ستاشر اهو يوم ستاشر في شهر ما حصل؟ ما حصلش حاجة تعالى تشوف ارباح شهر مايو بص كده معايا ارباح شهر مايو فين خمسمية تلاتة وعشرين ده اللي اتكلمنا علي من شهور وتكلمنا علي من شهور لا من عشر تيام بذلك ده تكلمنا من عشر تيام وانا يا جماعة ما فيش ارباح هترجع وانا حيرجع بس لو المعلن سدد غير كده انت بلح مع السلامة ابدأ شوف بقى وحاسب نفسك انت ماشي صح ولا غلط شوف حد بيلعب من قرات ابدأ بص على قناتك شوف بيئناتك شوف اتسنادك شوف اي حاجة من حاجة ده شوف اي حاجة من حاجة ده تشغل ازاي شوف الاربي ام عندك الدنيا زي الفل ولا في حاجة غلط وحبدا هتكلم معاك وقولك ان فيه تحسينات دخلت في شهر خمسة عشرين وعشرين في البيانات المتعلقة بمصادر كاسب المشتركين او خسارتهم وده اللي هنبدأ نوضحه ان شاء الله الايام اللي جاية في موضوع المشتركين شكرا لجميع كان معاكم اخوكم لتواحد فكرة اللي دايما في خدمتك على فكرة شكرا